قاطع منتدى الاعمال الاوربي الايراني واسم انتشر على تويتر احتجاجا على انعقاد الفعالية بعد يومين من اعدام المعارض الايراني روح الله زم ما دفع بمنظمه لارجائه الى اجل غير مسمى وكان من المفترض ان تنطلق اعمال المنتدى على مدى ثلاثة ايام بتصريحات مهمة لوزير الخارجية محمد جواز ذريف ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي جوزيب بوريل يليهما سفراء دول الاتحاد الاوربي منظم المنتدى قالوا في بيان ان اللجنة المنظمة قررت اتخاذ الخطوة الاستثنائية المتمثلة بارجاء المؤتمر اعملين في ذات الوقت عقده في المستقبل القريب وفي وقت سابق ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية على حسابها في تويتر انه في اعقاب الاعدام الوحشي وغير المقبول فان سفيرها في طهران وكذلك سفراء المانيا واللمسا وايطاليا يلغون مشاركتهم في المنتدى من جانبه اكد المسؤول بوزارة الخارجية الالمانية عن الشرق الاوسط كريستيان داك على تويتر ان موفدي الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي لن يشاركوا في المؤتمر ويعد ارجاء منتدى الاعمال نكسة كبيرة للمدافعين عن تحسين الحوار مع ايران من خلال تشجيع التجارة وكان زوم الذي يحمل صفة لاجئ في فرنسا يدير قناة على تطبيق تيليجرام التراسل تحمل اسم امد نيوز فيما جرى توقيفه بحسب اقوال نشطاء بعدما سافر من باريس الى العراق في ظروف لم تعرف بعد متهمين طهران باختطافها ونفذ حكم الاعدام بحق روح الله زوم بعد ان ثبتت المحكمة العليا الايرانية العقوبة الصادرة بحقها في حزيران يونيو على خلفية دوره في احتجاجات عام 2017 وسبعة عشرة